هذا ويعفى المرضى والنساء الحوامل من الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 عند الدخول إلى المستشفيات والمساحات حسب ما أعلن عنه وزير الصحة علي مرابط اليوم خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم الشرق المتوسط وجدد وزير الصحة في هذا المؤتمر الصحفي تذكيره بأن الغاية من فرض الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 هي الحث على التلقيح وحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس مشيرا إلى وجود بعض الاستثناءات في تطبيق هذا الإجراء كما أكد وزير الصحة أن الوضع الوبائي الخاص بكوفيد-19 في تونس تحت استيطرة منذ فترة وإلى حد الآن مستعدة لمجابهة الطوارئ الوبائية وبالنسبة للمتحور الجديد أوميكرون أفاد مرابط أن حالة وحيدة رصدتها تونس يوم الثالث من ديسمبر لمسافر قادم من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس عبر مطار إسطنبول مشيرا إلى أنه قد تماثل إلى الشفاء وتحليله الآن سلبي بعد خضوعه للحجر الصحي الإجبارية ترجمة نانسي قنقر